وفي لبنان تواصل إسرائيل مساعيها لإبعاد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني مستغلة القرار الدولي ذا الرقم 1701 وقد تحدثت بتأكيد تقارير غربية عن جدية إذن تل أبيب بشأن تهديداتها الأخيرة على لسان وزير الدفاع يوآف جالانت الذي توعد بعملية عسكرية في حال فشلت الجهود الدبلوماسية لتحقيق هدف إسرائيل وضعت تل أبيب مهلة زمنية محددة للمساعد الدبلوماسية دون أن تكشف التقارير عن مدتها تريد إسرائيل إبعاد حزب الله عن حدودها إلى شمال الليطاني أي على عمق 30 كيلو مترا من الخط الأزرق الذي يفصل بين الأراضي اللبنانية والإسرائيلية ينص القرار الدولي ذو الرقم 1701 الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 2006 على إخلاء المنطقة الممتدة من الخط الأزرق وذلك حتى مجرى النهر الليطاني من المسلحين غير الشرعيين لكن حزب الله لم يلتزم بالقرار بحجة أن التهديدات الإسرائيلية لم تتوقف يتواجد في تلك المنطقة ثلاثة ألوية إذن الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية فيما يتعلق بالعودة إلى جميع المستوطنات سواء في الجنوب أو في الشمال نحتاج إلى العودة إلى وضع مختلف والعودة إلى الشعور بالأمن هناك طريقة عسكرية للقيام بذلك بدايتها الهجوم والردع وقتل عناصر حزب الله وإظهار تفوقنا وربما مع مرور الوقت ستكون لها أيضا فترات وحلول أخرى لأننا نركز بين الساحات على أشياء أخرى لم تتخذ إسرائيل قد قرارا وقالت إن الحرب هي الحل الأول الذي سنجريه لكننا نفهم أن الوضع هنا يجب أن ينتهي بتغيير واضح جدا ما يحدث شيء صعب جدا ويخبرنا أن هناك أوقات يكون من المناسب فيها استخدام كامل قوتنا نحن في غزة نستخدمها لا أريد أن أقول بكل قوة ولكن بقوة كبيرة وبإنجازات كبيرة أيضا